مع تفاقم أزمة تهديد البعثات الدولوماسية والسفارات في بغداد إضافة إلى الوعود التي أطلقها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بملاحقة من وصفهم بالخارجين عن القانون ظهرت في الآوينة الأخيرة مجموعات مسلحة جديدة تقول إنها ستواصل القتال لإخراج القوات الأجنبية من العراق لكن خبراء أمنيين أكدوا أن تلك المجموعات والفصائل الجديدة ما هي إلا غطاء لميليشيات موجودة بالفعل وتمارس عملها على الأرض لكن الغرض من التسميات الجديدة هذه هو التشويش على حكومة الكاظمي والقوات الأمريكية على حد سوى هي مرتبطة أيديولوجيا بإيران حتى وإن كانت هي في العراق لكن ارتباطها العضوي والأيديولوجي أصبح مع إيران فما تريده إيران هذه الجماعات هي أفضل أدوات مخلصة لتنفيذ مخططاتها وتنفيذ كل الهجمات التي تقوم بها أكيد هي تزعج الحكومة العراقية وتربك المشهد السياسي العراقي والاجتماعي من جهة أخرى فإن العديد من الميليشيات المختبئة في عباءة الحجد الشعبي تحاول خلط الأوراق من خلال تغيير التسميات وإظهار وجود انقسامات في صفوفها لكنها تعمل في الحقيقة على زعزعة الأمن وعدم تمكين حكومة الكاظمي من مسك زمام المبادرة قبيل الانتخابات بعد 11 سنة كل الميليشيات وكل الحزاب والسلطة ركنت نفسها كل حزب هذه الساعة عندها جيش فالكاظمي رجل ما أظن أنه ما متابع لأي حزب منه اللي راح يسنده؟ ما حد يسنده ويرى البعض أن الطريق إلى حل الميليشيات سيكون محفوفا بالمخاطر فتلك لها أذرع سياسية وتعمل في الحكومة وبالتالي فإن عملية تفكيك هذا الارتباط أشبه بالمستحيل في ظل غياب أي جهد سياسي لحلها فهي تمسك بالسلاح من جهة وتتحكم بالسياسة من جهة أخرى وذلك يهدد باحتمال أن تكسب الانتخابات المبكرة بقوة السلاح أيضا